وحوي يا وحوي إياحة كلنا بنقولها في رمضان بس مش كلنا عارفين معناها النهاردة هقولكو أصل حكاية وحوي يا وحوي كلمة وحوي بتعني بالفرعونية أهلا أو مرحبا أما كلمة إياحة فهي بتعني الأمر وأصلها إياح إياح هي الملكة إياح طب زوجة الملك سكن الرع اللي حكم البلاد في أواخر القرن الثمنتاشر قبل الميلاد وكانت وقتها الدولة الفرعونية الوسطى اتفككت واحتلها الهكسوس ما كانش قدام إياح حطب غير إنها تحرد زوجها عن رفع راية العسيان ولكنه توفى قبل أن يحقق الانتصار ما كانش قدامها غير ابنها الأكبر عشان يستكمل مشوار باباه ولكنه مات هو كمان ما كانش قدام إياح حطب غير إنها تلجأ لابنها التاني وهو أحمص واللي نجح في اللي فشل فيه أخوه ووالده وانتصر وطرد الهكسوس وحقق الاستقلال أما عن معنى كلمة إياح فمعناها الأمر وحطب معناها الزمن فبيكون معناها اسم سيدة أمر الزمن أما كلمة وحوي الفرعونية فمعناها مرحبا أو أهلا بعد الانتصار الكبير اللي حققه الملك أحمص على المحتلين وطرد الهكسوس من البلاد خرج المصريين في استقبال والدته الملكة إياح حاملين المشاعر ومصابيحه بيغنه وحوي يا وحوي إياحة اللي بيكون معناها مرحبا يا أمر تقديرا للتضحيات الكبيرة اللي حققتها الملكة إياح في داء الوطن وحوي يا وحوي إياحة كل سنة أنتوا طيبين ورمضان كريم ساك داكي